السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مازلنا مع شهر السلام أنا بحب إن احنا نسمي شهر رمضان شهر السلام ورمضان مشينا معه المسيرة بتاعتنا لغاية ما قربنا نودع رمضان رمضان وإحنا بنقرب على نهايته وهو الشهر الكريم لازم نتكلم عن سلام مهم جدا 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 وهو سلام التوكل رمضان في نهايته وإحنا مشيين وبيتسارع رمضان وإحنا مقربين على نهايته وإحنا عشان كده بنحاول نتكلم عن سلام ما ينفعش نخرج من رمضان ونودعه من غير السلام ده السلام ده هو سلام التوكل عارفين ليه سلام التوكل ما ينفعش نسيب رمضان من غير ما نكون معانا السلام ده لأن سلام التوكل ده جزء من بنيت شخصيتنا جزء من ذاتنا جزء من تحصننا جزء من استمراريتنا في الحياة جزء من تكوين مفهوم حب الحياة التوكل على الله سبحانه وتعالى مش فكرة بنعيشها التوكل مع الله حقيقة أن أنت تكون متوكل على الله في كل أمورك وما تسيبش نفسك الأمارة بالسوء تسوءك ولا تسيطر عليك والغاية ما توصلك إلى الإحباط وتوقفك عن مسرتك وتحبطك عن أنك أنت تستمر في العمل هو ده معنى من معاني أن يكون عندك سلام أنك تقدر تستمر تقدر تستمر وإنت عندك سند ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني فهو يكفي إحنا لازم نتعلم أن كل شيء بنعمله في حياتنا ربنا هو اللي بيبعتهن وهو اللي بيعن عليه وإحنا مش بنعمل بشطرتنا ولا بقدرتنا ولا بمهارتنا لكن إحنا عايشين بمدد الله وتوفيقه وكرمه وكل ده فضل من الله سبحانه وتعالى عشان كده وإحنا بنعمل ده لازم ما يكونش عندنا أدنى شك أن العيشة ما تنفعش من غير التوكل على الله ومنيقاس من أي أمر لأن كل أمر على الله وبإيدي الله إحنا لما بنقرب من النهايات إحنا لازم نسأل نفسنا سؤال هل وصلنا للتغيير اللي إحنا بنتمنى أن نحن نوصل إلى الميلاد الجديد اللي إحنا منستنينه في رمضان ولا لسه بعض الناس بيصبهم آفة سيئة جداً من الضرورة أن نحن نتكلم عنها في الوقت ده بالذات قبل ما نبص نلاقي رمضان انتهى وإحنا لسه ما تكلمناش عن الآفة دي الآفة دي هي اليأس من التغيير وساعات بسميها سلطان الطبع الناس بتعتبر أن الطبع ده ليه سلطان وأن الطبع لدرجة أنهم ممكن يقولوا أن الطبع تغيير الطبع ولا نقل الجبل كتير منا بيقول أن طبع كده والطبع مش بيتغير وده على فكرة كلام مش حقيقي دي قواعد مين اللي حطها هنا النفس الأمر بالسوق فكرة كده وسواس ومعنى سيطرة النفس الأمر بالسوق بيه علينا وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا شيء مهم جدا لما قال لنا وهو بيعلمنا درس في الحياة كلها درس أنا بسميه درس التأهيل والتدريب والتعود والتغيير حضرت النبي قال لنا إيه إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومي يتحرى الخير يعطى ومي يتق الشر يقه يعني إيه يعني كل خلق ممكن ربنا سبحانه وتعالى جعل سنة إن الأخلاق تكتسب بالتعود والممارسة والمحاولة والتجريب وده اللي إحنا وده اللي استلح عليه العلماء بتسميلتوا رياضة النفس وكل تسكية وكل ترقية بتيجي بالرياضة إنت بس كنت بحتاج تتدرب نفسك على العيش بالخلق الحسن طب إحنا ليه بنيأس من التغيير بسرعة وبنقول إن الطبع ليه سلطان علينا وما نقدرش إن إحنا نخارف الطبع ونقول ده فلان طبعه كده وعشان كده مش هيتغير والستة تقول جوزي طبعه كده مش هيتغير أبداً فات يأسه وتيأس من التغيير ولا تساعده على التغيير ولا هو يتغير وهي تقول كمان أنا طبعي كده مش هقدر أتغير يروح يتجوز واحدة تانية لإننا مش هيتغير قرار ما هواش حكيم قرار مش صح لإننا بنعيش بوهم خطير جداً وهو وهم اعتقاد الحول والقوة في أنفسنا يعني إن إحنا نقدر نغير نفسنا بأيدينا يعني إيه بأيدينا؟ يعني إحنا اللي بنغير بننسى خالص إن مدد ربنا سبحانه وتعالى بننسى إن إحنا بنعيش حياتنا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قسم لنا صحيح إحنا بنختار لكن بنختار مع مدد ربنا دينا سبحانه وتعالى ولو ده صحيح ما كانش الواحد ويع تحت قهر الله بس الله سبحانه وتعالى هو القاهر وفوق عبادي فما كانش يقع في المعاصي مثلاً أبداً لو كانت المسألة بإرادتنا وبس لكن ربنا بيجري الزنب على عباده عشان يفضلوا عبيد له وده جزء من فلسفة الحياة وجزء من تعاملنا مع مسألة الزنب وعشان كده سيد بنعطاء الله السكندري بيلتقط هذا المعنى وينبهنا ليه بشكل واضح ويقول ربما عصية أو ورثت زلاً وانكساراً خير من طاعة أو ورثت عزاً واستكباراً وعشان كده لما أنت تعيش بيقين إن الله معاك وإنت متوكل عليه هتطمن فمش هتبحث عن الطفولة مثلاً لأن هتكون هناك في طفولة دائمة لما تحس إن الفطرة مازالت موجودة فيك ومازال نظر ربنا سبحانه وتعالى ليك واعتطمن إن الميلاد الجديد شيء قريب ما دمت في معاية الله ومدام الله سبحانه وتعالى دائماً مدد ليك لأن خزائنه ملأة ويمينه الرحمن ملأة سحاء الليلة والنهار فتن من مدد ربنا نازل فما كان لله ده ما واتصل فيكون فيه ميلاد جديد اللي ضمنه سبحانه وتعالى ودي ضمانة سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى علمنا وقال لنا ووعدنا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه هتغير نفسك هتجد تغيير الله سبحانه وتعالى أقرب إليك من أوهامك وعشان كده من الأوهام اللي بتقبلنا وإحنا بنحاول تغيير أنفسنا عشان نتولد من جديد إن التغيير والميلاد ده شيء من الخيال وطبعا نفس الأمارة بالسوق بتعمل كده ليه عشان هي مش هتقولك ما تتغيرش هي بتقولك إن ده حاجة بعيدة قوي مش ممكن نوصلها يا ما حاولت وما قدرتش أنت على فكرة ما كنتش بتحاول أنت كنت بتحاول جوه نفسك لكن ما حاولتش مش تطق فلما بتتولد من رحم أمك مش بيكون عندك صعيفة سيئات وفي الميلاد الرمضاني ربنا سبحانه وتعالى بيمحم وتقدم من ذنبك ويفضل عندك حسنات عشان كده هو أعلى من ميلادك من رحم أمك فإيه اللي يخليك شاكك إن أنت ممكن تولد من جديد وإنت لما تخرج من رحم أمك بتكون ما تعرفش أي شيء لكن في الميلاد الرمضاني ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك كل شيء لما تكون في خصوصية فإنه لي وأنا أجهزي به فهتحس إن أنت ربنا سبحانه وتعالى بيعلمك ويوسع عليك فالميلاد الجديد مش خيال الميلاد الجديد حقيقة من صام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه من صام رمضان كمان في رواية من صام رمضان إيمانا واحتسابا عاد كيوم ولدته أمه أنا اعتقادي دايما إن كل العبادات بتعيد الإنسان كما ولدته أمه يعني بتعيده إلى الفطرة بس إنت لازم تستقبل الميلاد الجديد مش تصنعه فما تروحش مثلا ما تظنش إن الاحتياجات مثلا هي لازم تلبيها ولازم مش بس تلبي الاحتياجات لازم تسد الاحتياجات لأنت لازم تدرها عشان تقدر تتعامل مع ده عشان تكون سورة الميلاد الجديد لازم تسلم من كل أفات نفسك وتسلم نفسك لمولاك وعوى ده جزء من معنى التوكل الأساسي اللي انت لازم تعيش به فإذا كنت حسنت ظنك في الله سبحانه وتعالى وسلمت أمرك لمولاك فأبشر ده ميلاد جديد لإن حساية على الحياة هتكون من عند الله أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِ بِهِ فِي الْنَّاسِ أَهُو ميلاد جديد أهُو قال الله سبحانه وتعالى سيحييه ويجعله له ميلاد جديد وإحنا بنقارب نهاية رمضان لازم ننتبه إلى شيء مهم جدا 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 إن احنا لا نودع رمضان ولكن نودعه يعني إيه نودعه؟ احنا عندنا صنفين من أهل رمضان الصنف الأول اللي بيعيش في رمضان ينتظر إن هو يكون قد عاش العبيد مش بس بينتظر هو بينظر لساحة مولاه ويشوف أنواره ويشوف العباد ويشوف نفسه كمان مع العباد ده بيعيش في رمضان لأنه أخذ نفسه إلى الله مسلم في الثاني اللي بيعيش في رمضان فإذا قالوا رمضان اتركهم ما تركهم قالوا بهم عرفت إنما عرفت بترك القلوب الضارعة بتلاوات من القلوب قبل أن تكون على الألسنة فهم الذين عرفوني في الملكوت الأعلى ولذلك رمضان لا يفرقهم دولة الأولانين رمضان بيفرقهم التانين رمضان ما يقدرش يسيبهم يبدل رمضان عايش معهم والعلي ده اللي كان هو حال الصحابة ترجمة نانسي قنقر